بقرأ القرآن بس في كلمات بقرأها ما مش صح فإيه وضعي في هذا الأمر عموما الإنسان مأجور في جميع الحالات والكلمات اللي هو بقراءة غير صحيحة يجاهد نفسه في معرفة الصواب فيها ولا يمتنع عن قراءة القرآن وفمن قرأ القرآن وهو ماهر به كان مع الصفرة الكرام البرارة ومن قرأه ويتتعتع فيه كان له أجران أجر القراءة والتعتع فإذا كان هذا في شأن الحفاظ فكذلك أيضا في شأن من يقرأ له الأجر لكن يجاهد نفسه على معرفة الصحيح على وفق حاله شيئا فشيئا ومأجور بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الحاجة اللي أنا عارف في النام الصح أو يغلب على ظن النام الصح أسأل فيها أو أستمع لقارئ بيقولها شيئا فشيئا يعني تصحح الأمور مع مرور الأوقات فلا يعني نمتنع عن القراءة لكن نجاهد أنفسنا في تعلم ما نظن أنه يقرأ خطأا الله تعالى أعلم لو نويت الصيام في أي من الأيام العادية النوافل وأمته ما صمتش فهذا يجب علي الإعادة لا لا يجب الإعادة في هذه الحالة فالصائم المتطوع أمير نفسه ولا يجب عليه الإعادة هذا لأن هذا نفل لكن في الجملة يستحب للإنسان إذا دخل في نفل أن يتمه إذا دخل في شيء أن يتمه لكن إن ارطأ أنه يفطر فلا شيء عليه وليس عليه إعادة ما على المحسنين من سبيل